السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بإذن الله نهاردة هنحل هومورك مش كبير اوه صغير وردي احنا حالين منه افكار بس المغزى والمعنى من الهومورك النهاردة ان احنا كل اسبوع بنتبعك بالواجب كل اسبوع حتى لو كانوا 20-30 سؤال فهو ده الواجب احنا اخدنا كل عالم بتفاصيله واخدنا العالم اللي اسمه اخيرا رازرفورد وشرح تلك بعدها فايزكس عشان من الحصة القادمة هناخده العالم اللي اسمه بور وبور معظم اسئلته مرتبطة بحاجة اسمها الفيزياء او الفايزكس اللي بتتكلم عن الدوق والويف والرف او الكريست ده مستنى والترف ايه ده مستر الكلام ده خلينا بعدين هنتكلم في الحصة الجاية خلينا النهاردة شوية قبل ما ابدأ كلامي لاحظت ظاهرة غريبة في الناس الاسبوع اللي فاتت بدأ 90% من الطلبة يتفرجوا فيه 10% كده فئة باينة مشكلة انك واضحين الشاطرين كتير فيه فئة 10% متفرجوش على الفيديو بص يا معلم بص يا استاذة سيادتك بتتشقلب سيادتك بتتشقلب ده في البيت عندكو او في الشارع تحت كل اللي انا هطلبه منك من اول السنة هتشتغل معايا وانت راجل هتشتغل معايا وانت راجل انا عايز البنت تبقى بمية راجل تعرف تخلص وتعمل عليها تسمع فيديوهاتها وبعد كده دور على الحاجات الجانبية يبقى الاول بنمسك الاساسيات وبعد كده الفرعيات ادي واحدة التانية النهاردة واحنا بنحل مع بعض معظم الاسئلة انا بحلش معاك عشان خاطر اعلملك الواجب ابدا انا بحل معاك عشان فاهمك طريقة الحل يبقى عندك طريقة ووي تعرف تحل بيها فبالتالي تقدر انك تواجه اي انتحان بسهولة ما انت مجيش تقولي مستر اسا انا عندي مشكلة بسيطة في الحل ما انت عشان مجرات تشتحل او بتسمع الفيديو وتنقل ورايا وخلاص عايز يكون عندك ضمير وعايز يكون عندك خلص الكيميا فيها لو خلصتها انجز الكيميا شيل من عليك هتلاقي الدنيا بتاعتك بقت ابسط يلا بينا شباب نخش على سمول سامري ملخص سريع كده للجزء اللي احنا شرحناه احنا اخر اتنين علماء كان واحد اسمه تومسون والتاني اسمه دالتون الاتنين كانوا متفقين ان الاتوم هي عبارة عن كورة صلبة نشفة اسمع الاتنين متفقين يا رجال ان الاتوم هي عبارة عن صليد سفير كورة صلبة نشفة وقوي وطالما كورة عندي صلبة نشفة يبقى قولي نفسي يا نفسي يبقى ده معنى نووو سبيس يبقى اخر حاجة دو كبت بطريقة العلماء ان الاتوم الله القلم ده اللي بيكتب ان الاتوم هي عبارة عن كورة صلبة نشفة وانها وانها مفيها بردو ماشي اه وانها وانها مفيهاش 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 اي فراغات او اي مساحات هي كورة صلبة نشفة اوكي بالبلادي الجاه لو عندي شعاع والشعاع ده حطيت قدامه حاجة سريعا كده الجاه صالد هل الشعاع الري هيقدر يعدي الحاجة الصالد هيوصل لحد هنا ومش هيعدي يبقى يلف ويرجع تاني او هنا ما يقدرش يخترق يبقى طالما الحاجة صلبة طالما الحاجة مفيهاش فراغ في النص فبالتالي لا يستطيع الاختراق الشعاع مش يعدي حلوه؟ فالعالم اللي اسمه هو جاب صندوق يلا سريعا انا شرحت واشرحه تاني بسرعة كده والصندوق ده مصنوع من مادة اسمها مادة اللد طب يا ترى وبعدين حطوا جواه مادة مشعع مادة بتطلع شعاع اسمها ريديم اشتمعنا مادة اللد اشان مادة اللد بتعمل كنترول للري بتتحكم في الشعاع طب وبعدين عمل فتحة في الصندوق ولما عمل فتحة في الصندوق فالشعاع طلع على طول جاري برا الصندوق حلو الكلام حلو الكلام روزو حمام قالك الشعاع اللي طالع هنقوله اسمه بيم اوف ري يعني ايه؟ حزمة من الشعاع الشعاع اللي طالع اسمه الفاري او ساعات بنقوله عليه شبه السمكة اربعة واثنين يبقى الالفة شبه السمكة اربعة واثنين وفيه بخلي بالك مركب كيميائي لو تفتكر شبيه للالفة اسمه هليام اربعة واثنين يبقى تاني لما فتحنا الفتحة طلعنا شعاع اسمه الفا شبه السمكة اربعة واثنين او بيقولوا علي بيم يعني حزمة من الشعاع ماشو؟ جا في وش السندوق الجميل ده حط حط حتة حديدة غير مكتملة عاملة دايرة غير مكتملة فبنقول الحديدة دي اسمها إن كومبيليت سيركل شيت اسمع اسمع الحديدة اسمها يا رجالة يسمعني إن كومبيليت سيركل شيت وبعدين وبعدين يا رجالة نركز جا جوه هنا دهن دي من جوه بمادة المادة الكيميائية اللي دهنت بيها الحديدة من جوه او الصاجة بتاعتي من جوه او الصفيحة اللي شبه نص الدايرة ديها مستر الغير مكتمة او الدايرة الغير مكتملة انا اسف حلو اللي جوه دي يا رجالة دهنها بمادة اسمها يقولوا بينا زد ان اس وهي مادة تسمى رجالة زينك سالفايد جميل الكلام مادة زينك سالفايد مشهورة عنها ايه مشهورة عنها انها بتنور لو شعاع الالفة خبطها يبقى المادة دي لو الالفة خبطتها فتيحصل لها جلوه بتنورها وبيحصل لها اضاءة وبعدين جا في النص هنا اسادزة حط شريحة من الجولد بنقولوا ان هو حط حاجة اسمها جولدن بص الكلام فايل يعني عارفين الفايل اللي ماما بتحطه عشان تحافظ على المتجاز جبناه من الذهب ولو حد سألك يا ترى يا هلترى اش معنى حط الذهب دي رجالة تقولوا لما اجي ادرس اي اتم او اجي ادرس اي حاجة انا عايز الحاجة تبقى واضح لو انا عندي هدرس دلوقتي عندي سرصار هدرس خنفسة هدرس حشرة لازم ما اجيب حشرة حجمها كبير عشان يبقى واضح لاناية فلو علماء قالك ان الجولد عنده هيفي اتوميك ماس عنده وزد كبير عنده حجم كبير فواضح للدراسة وكانت اكتر حاجة واضحة لدراستها ماشي يعني كده فقامنا المسأح هتخيل ان الاتوم بتاعت الجولد حجمها كبير فسهلت الدراسة مثلا اوكي قام الراجل اللي اسمه رازرفورد رد وقال يا ترى يا هلترى ادي شو عال الفا هو منطلق منطلق لا سمح انطلق 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 قال بس يا مستر نرجع مالك مش تومسون ودالتون قال ان الكورة صلبة نشفة واحنا قلنا لو في اي حاجة صلد فمحدش يقدر يخترقها تعالى مستر احنا اي اتم والجولدن فويل اللي قدامي ده اكيد جوه اتم والاتوم حاجة صلبة نشفة فالشعاع بتاعي اللي هيحصل فيه ان هو مش هيعدي جميل ولكن لو نتخيل ان هو كان ما طلع شعاع بنسبة 100% مثلا انا اقول ان اتخيل ملش ده رح ايه مرة واحدة اكتشف ظهور نقط كتير ملك في الظهر ايه ده ظهر عندي ظهر اضافة الظهر عارف ده معنى ايه؟ معنى ان الشعاع اتفرج اتفرج ظهر عندي شعاع في الظهر بص يا باشا بقولك اتفرج ايه ده؟ قال لي يا مستر الشعاع عده وخبط في الظهر ايه ده مستر ده ممنوعات؟ ليه؟ قال لي الشعاع عده مستر ده غريبة هنكسر وندمر مع بعض ايه؟ الراجل قال عليه سولد دالتون وطومسون وقال ما ينفعش حد يختريقها ولكن الشعاع هنا اخترق عمل عملية بنت ريشن ونتيجة العملية الاختراق كلامهم كلها غلط يبقى مين العالم اللي دمر حتة نو سبيس هو رازر فورد اكتشف ان هنا كان فيه مستر بالفاع لسبيس يبقى الاختراق قد ان انا عرفت ان في سبيس طبعا احنا عارفين ان الحج رازر فورد احنا عشان ما كتبناهوش اه دي رازر فورد كان معاه اتنين علماء بيساعدوه في التجارب وكان طلب عنده واحد ياسمه جايجر والتاني ياسمه مارسدن حلوة ده مرجالة معاليش فيه واحد او اتنين من الشعاع بس بس، عارف عدا كان في المية؟ عدا تقريبا رنجد نسائين في المية ماشى شعيع كان ماشي شعيع شعيع عشا عبا خبط ورجع ا reins想 decentral واملة وشمées انتخل treasury طبخ مفيه هذه تقلل فم خبط Burn !! مال راق صلبة سوى اقarem هل ينفع رجع عمر سليمان اعدي من الشاشة ايه اصلاح حاجة أصلاح حاجة صلبة هل ينفع مصر اعدي من الخته دي هدوا هنا مثلا لا هنا في حاجة صلبة هل ينفع عدي ايدي من قلب الخشبة دي دي صلبة يبقى اي حاجة صلبة اناش فما تعدي ميش فالفكرة ان الشواء خبط ورجع وهو لاحز هنا اضاءة فقال لي يا مستر او دينا على جانبياست قال لي حصل هنا عملية ريف الليكشن او اسمها عندي في الكيميا باونس باك يعني ارتداد طب هو خبط ورجع فالعلماء قالك طبعه ما خبط ورجع يبقى اكيد خبط في حاجة ناشفة صلبة بص كده عدى 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 خبط ورجع واحد بس اتنين ايه ده قال لي يا مستر الشواء لو عمل ريف الليكشن او باونس باك فقال لي والله كان بنسبة واحد في المية يعني كان قليل قوي طب وبعدين طبعه ما خبط ورجع تاني يبقى انا فهمت ان انا خبطت في حاجة صلبة ايه ده حاجة صلبة ناشفة مين الحاجة الصلبة ناشفة دي قال لي وموجودة ادزة ميدل موجودة في النص مين قال لي اسمع عندك نيوكليس اسمع اسمع عندي يا رجال ايه نيوكليس يبقى موجود في النص الطبع ايه مش موجودة في النص البعairesمات الجميلée اللي انا عاملها دي بس احنا دخيل بقى انها ايه موجودة ايه في النص موجود في النص ايه كورة صلبة ناشفة سماها نيوكليس حلوةوي ده نتيجة ان انا خobenت فحاجة دنس مع كلمة دنس يعني حاجة كثيفة و صلبة كده بص شعاع 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 هبا انحرف داني تاني شعاع شعاع هبا انحرف تاني تاني شعاع شعابا انحرف انحرف يعني عمل دف او بنقول عمل دف ييت. في حد يرد يقول لي مستر الشرعة غير اتجاهه او غير مصاره. انت لما غيرت اتجاهه او غيرت مصاري يعني عملت عملية دي فييت ليه? بص رجالة. احنا عارفين مش عايز اسمه الفة بوزة. واحنا عارفين بص بص رجالة ما عارش محبين نعمل كده ان البوستف ده بوستف تشارج وده بوستف تشارج او بلاش اريحك او ده ما نعرفوش يلا بينا البوستف ماشي البوستف ماشي لو البوستف المقرب للكرة دي تاني تاني الان انا عارفت بص بلاش يلا بص بب بص بتتوس اونت اقرب هنا تبريب تاني بص تكون اقرب هنا عارف معنى ان انا ا قربت يعني ده شرط ونده لان احنا عارفين اقربت بجده بيعملوا تدريكة البعط فى الرجالي قالك لو قربت هنا يبقى انت اشارتك نجدف جميل ده من اللي حصر كالقتي انا ماشي 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 هبظ juntos ايهة ايه ايه ده ايه كنت ماشي كده امتبعدتkt عنده معنى ان انا كنت ماشي وامتباعد عنه بس الله حبيبي ايه القرف ده ايه ده طالما بعدت عنه وعملت حاجة اسمها او عملت خلينا متفقين عزيزي ان الباستف ان الباستف والباستف يبعدوا عن بعض تاني تاني الباستف والباستف بيعملوا فالعلماء قالوا ايه نرجع بقى هنا الشعاء احنا عارفين ان هو اشارته باستف لما هو كان ماشي اول ما جاي قرب له بعد عنه يبقى اكيد ان يوكليس اشارتها باستف يبقى لما حصل فييد اكتشفنا ان يوكليس اشارتها بوزاتف حلوى وموجودة في الميدل وبعد مرور وقت طبعا بعد مرور وقت اكتشف العالم ان سبب الباستف ده حاجة اسمها بروتون بوزاتف اوكي اوكي يبقى تاني العالم اللزوز ده عمل ايه رازرفورد قال ان النيوكليس موجودة في النص بسرعة رجالة شبه الصن شبه الزمز حاجة اسمها نيوكليس جميل الجمال حواليها مجموعة من البلانتس الكواكب اه قالك هو شبهها بالنظام الشمسي كواكب وحواليها اه اوكي جميل جميل حوالين البلانتس والبلانتس دي رجالة هي الالكترون جميل اوي اوي والالكترون دي بتعمل عملية روتيت ماشي روتيت وقالك ان النيوكليس في النص اشارتها بس طبعا والرجالة دي بتمشي خلاص ما قالش بتمشي ازاي ولا فين ولا ليه او قالك بتمشي والسلام طب مثلا لو سمحت قال ان الالكترون الوزن بتاعها فيري سمول حجمها ووزنها صغير لدرجة ان هو كان بنيجليكت معنى كلمة نيجليكت يعني اطنيشه واحمله قال لي يا مستر ان يا مستر النيوكليس هي دينس جواها حاجة اسمها بروتون بوزتف حلو اوي وقال جملة كده قال ان كمية البروتون بوزتف يساوي كمية الالكترون نيجاتف يعني الاتوم بتاعتي ايه نيوترال والنبي على لغبطك ماشي يبقى مين العالم العطل لستراكشور بتاعنا اول استراكشور للاتوم كان اسمه ايه رازرفورد قال الالكترون بتلف حوالين النيوكليس والنيوكليس جواها حاجة اسمها بروتون النيوكليس دي حاجة صلبة والالكترون حاج مصغير ممكن يهمل وقال ان هنا فيه سبايس كبير فيه فراغ كبير والاتوم غنلاله زي عمرو دياب سكت فراغ كبير جوا يا حبيبي حبيبي ولكن خد بالك من حاجة كان السؤال الرسمي هنا مستر عمر مش انت بتقول ده هنا الكترون نيجاتف قلت له حاصل قال لي لو سمحت مش انت عارف ان البروتون بوزتف يارب البروتون بوزتف بيعمل عملية اتراكت للالكترون نيجاتف اللي حصل نحن عارفين البروتون بوزتف بيسحب الالكترون نيجاتف لان البوزتف هو اللي برا ده بيسحب اللي جوه يبقى دي عملية اتراكشن يبقى دي اول فورس ممكن انا اسأل سؤال قلت لي تفضل قلت لك ليه الالكترون مدخلتش نقط الجوه هقول لك عشان اي حاجة بتلف بص 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 اعمل لك ازاي اعمل لك بدا قلم اهو هعد لف 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 لو سبتو عيمشي جد ايه ده عايز اعرف ايه اي حاجة بتدور بيبقى ليها قوة سحباها لبره يبقى كده اصبح فيه قوتين واحدة الجوه التانية لبره القوة اللي بتسحب لبره دي اسمها سنتريف يوجل فورس او زي ما انت سمعتها سنتريبيتال فورس سمعتها بلكده واخدتها بالفيزيكس قوة الطرد المركزي حاجة بترميك لبره يبقى دي واحدة بتبقى لانسايد للداخل واحدة بتبقى اوتسايد للخارج واسمع كده الكلام لو انا كعمر سليمان جدا تسحب من هنا ومن هنا قوتين بيسحبوا عكس بعض يحصلوا ايه يلغوا بعض فانت تقول لنفسك والله to opposite force هيعمله cancel each other حلو قوي بص بقى اول عالم قال كلمة اتم خلاص ده ديموكريتس اول عالم بدأ يوصف الاتوم ولا عليها كورة صلبها نشفة ده كان دالتون العالم اللي اعطاني الشكل الحقيقي والوصفي والستركتشر الخارجي يحلي بك كلمة دي على طول يبقى ده اسمه رازرفورد يلا بقى سؤال اوقعك فيه مين العالم اللي قال ان كمية البوستف يساوي كمية الالكترون نيجيتف فالاتوم بتاعتي نيوترال ويا طرى مين العالم اللي قال ان البروتون بوستف يساوي الالكترون نيجيتف فالاتوم بتاعتي نيوترال كده انا عندي ادنين علماء قالوا كلمة نيوترال بص رجال العالم اللي قال البوستف ادن نيجيتف من غير ما يقولني من هي البوستف قال بوستف وخلاص ان الموجب يساوي الالكترون نيجيتف ايه الفرق؟ هنا قال بروتون بوستف هنا حدد مين البوستف هنا لم يحدد مين العالم اللي محددش ورمعها كده صباح كتيب ان غير ما يحدد ده كان تومسون انا لو تسمع الفيديو اللي قابله هسيب قولك في الدسكريبشن في الفيديو اللي قابله بقولك ايه مستر هلتبوس تحت هتلاقي عندك على طول لو جيت سألتك تومسون قال ايه؟ هتقول لي تومسون قال يا مستر ان البوستف قدن نيجيتف وكانت هاب ده ما يعرفش مين البوستف اما اللي وضح لنا ان البوستف هي البروتون كان اسمه رازارفورد حلوة يبلغ البوستف والاكترون تومسون البروتون بوستف والاكترون كان اسمه رازارفورد حلوة يعتبر كده خدنا موضوع لما ولكن ما هي الديس ادفانتج اخيرا عشان نقفلها بقى يا ترى يا هلترى ايه هي الديس ادفانتج او العيوب بتاعت رازارفورد احنا عارفين ان الالكترون بتعمل روتيت ولكن بتلف جوا مكان في اسمه انرجي ليفل او القطر بيمشي على قضيب يبقى المكان يبقى لد في بيه رازارفورد مقدرش يكتشف المكان الالكترون بيدف جواه وانت عارفين الالكترون شاريتها نيجيتف فاحنا ما نعرفش قال لك ديدنت مقدرش يكتشف الالكترون بيدف جواه او نقولها بشكل اخر مقدرش يكتشف الانرجي ليفل اللي يكتشفها الراجل اللي جاي اللي اسمه بور يبقى مقدرش يكتشف الانرجي ليفل او المكان اللي بلف بيه كده نبقى عملنا السمري السريقة بتاعنا يلا بينا بقى ونخش مع بعض على الاسئلة شباب يلا بينا نخش نحل مع بعض سينيور تو البارت بتاعنا كله ايه ده يعني بارت كله يعني بارت كله من اوله لاخره ومن اول ما سبتك لحد ما انهي النهاردة السؤال اول بيقول مين اللي قال ان المادر مفيهاش اتم او مفيش المادر مفيه نوت كومبوزد اتم مفيش حاجة اسمها اتم ده في حاجة اسمها ماتر اريستوتر اللي قراب يقولك ياترى بويل قال ايه بويل قال كلمة واحدة اسمها وقال مادة صلبة ناشفة لا يمكن تكسرها تكوينها تدميرها تبس ان يمكن تقسرها بالطريقة العادية تبس دي مادتين مختلفين وتقسمون دول شبه بعض وبعد السهم يتقسمون ما ينفعش دول هنا وتكسروا مادة صلبة ناشفة لا يمكن تقسمها بالطريقة العادية دول دخلوا زي ما هم وطلوا زي ما هو يبقى اللي جاء بس صح بي سؤال اللي بعده بيقول لحضرتك كل ده كلام دالتون معادة انا من غير ما اتجاو مش هكمل مش هكمل هيا دي هيا دي بس انا غالط كده في متحان سنوية عم اقع لازم ارى الباقي الباقي يقولي ايه؟ هيا هما لو عندهم نفس الاتوم نفس الاتوم اسميه element الوراء مبقى سامشه صح أorthchod most of去了 من tourseco فال practitioners صح دا كلام D conjuncto which of the following examples agree with delta the atom which are found in the sample of chlorine which are found in the sample of sulfur هل نفس الاطم في الكرورين نفس الاطم في السلفر لا لأننا قلنا different atoms يبقى different substance اللي وراء the property of the molecule of hydrogen or oxygen different from that property in water مالك يقول هل الصفات بتاعت المركبات لما يتجمعها بيتغيروا. ده مستنى مستر اللي وراه زهيدروجنجان بي كومباين وزوكسوجين فور موتر اين مور زان وان يوميريكا ريشيو. الراجل ده قال لك لازم كل حاجة يكون لها ريشيو ثابت. كل كومباوند لي حاجة اسمها كونستانت يعني ايه يعني راجل ده عنده نظرية حاجة ليها كل مركب او كل كومباوند لنسبة ثابتة. ده تعالى كده يبقى الاجابة زه اتوم اف ماجنيزيوم ار تايني. يبقى حوان ان الاتوم كورة صلبة نشفة صغيرة. ده دي الحاجة الوحيدة اللي تنفعها. وانو في زفولون فاكت دونت ماتش ويز دالتون اتومك موديل. مين في دول ماينفعش مع دالتون? واحد زه ماس اف ايتش وفي اتوم اف كبر اتو ايكوال ادي كده استنى. انا حادي ما فيهاش حاجة. الاتوم ليها ماس. زه ماس اف ايرن اتوم ازلز زان زه ماس اف كبر اكيد الاوزامل اتوم مختلفة. زه يورانيوم اندرجو فيجن فيجن يعني تكسير. نركز. دالتون قال ليه? كورة صلبة نشفة لا يمكن تكسرها تجميرها تجوينها. وقال لك ان النيوكلس هتتكسر لا باشا. هنا غلط. كمان. لا 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 نقالش الكلام ده. الراجل ده قال ما قدرش اكسرها لانها كورة صلبة. نشفة. اللي بعده يقول. زه افزت فيجر ربريزنت زه باستيوليت افز اعتوم اكثيري اه بتعمين. حط الهايدروجين على الاوكسيجين عطاله ووتر. ايه المنظر ده? قال لي يا مستر مجدتين مختلفين يدوني حاجة اسمها كنباوند اللي قال كده الراجل اللي اسمو دالتون اللي هراه. زه ريشيو نمبر خلي بالك. اوف هايدروجين نايتروجين في فرق. معنى كلمة ريشيو نمبر خلي بالك بقى. اين امونيا موالك كلا? هي الامونيا اسمها ان اتش سري. يعني كام واحدة نايتروجين خلي بالك بالله عليك ومعها تلاتة هايدروجين. خد لبالك بقى نجم كده عشان الكلام يبقى واضح. لما قول لك ورشيو نمبر. لما قول لك كلمة سيادتك زي الشطور الامور هتعمل ايه? هتشوف عدد ده وعدد ده. يعني بجيب من العدد. بجيب من العدد. لكن لو قلت لك كلمة بتجيب من الوزن. تعالا وريك. زي نمبر هنا ترمى قال كلمة ريشيو فين 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 ايه. زي نمبر يبقى ده بجيبه من العدد على طول. شوف عدد كان مركب عدد كان مركب شكرا. هنا مين اللي قال كلمة ريشيو? اللي قال كلمة ريشيو هو دالتون. اللي هو ماس ريشيو? اه استنى بقى. فور كاربون ان ان ميسان. سي اتش فور. تقول لنفسك. هنا انت عايز بالعدد لو بالعدد يبقى واحد الاربعة. بس انا مش عايز العدد. انا عايز الوزن. فانا عامل ايه? الكاربون الوحدة وزنها اتناشر. وهم اربع هيدروجينات والوحدة وزنها واحد باربعة. طب مستر انا اللي هعملو كالقات يا زبادي هعمل دفايد اتفور. هتبقى سري تو وان. يبقى الاجابة سري تو وان. لان دايما في ريشيو لازم اقسم على اصغر رقم. اللي بعده بيقول بص السؤال ده هتدخلك دلوقتي بشكل بسيط? لحد ما تديك الشغل الماثيماتيكال بتاعه بس مش دلوقتي. في الاول بص بسيط كده. هو الراجل معاه فورتي ايت جرام من الوكسجين. حط عليهم سارتي تو جرام اعطاله ايت جرام. انت لو جامعت اللي اتنين عادول هتدوك ايتي اوف سالفر ترايك سايد. وقت ازا ماس اوف ريمين. دي الجملة اللي هتحللنا العقودة كلها. اول ما سيتك تسمع كلمة ريمين يعني الباقي. لما قولك الوزن الباقي. انا دلوقتي جيت حطيت مادة اكس على مادة واي. وحطيتهم جوه كوباية. وحطيت المادة اكس عشرين. والمادة واي خمسين. لما حطوهم هنا. سواء اتفعلوا او ما تفعلوش. يعني ما احنا كده كده عارفين. احنا عارفين ان في جزء هيترياكت وجزء مكمان اكش. مسلا او ممكن الاتنين يتفعلوا. ماشي. بس انا عايز اوصل لك نقطة. انا لما حط هو طلب مني اللي هتفعل ولا اللي هتفعلش ولا الباقي كله الباقي كله. الباقي كله هو مفيش حاجة بتضيع. عشرين زي التلاتين يبقى اللي هي موجود جوه خمسين. سواء اتفعل او ما تفعلش. تاني 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 تاني. تاني. انا حطيت عشرين من ده وتلاتين من ده على بعد. هل شرط ان هم كلهم يتفعلوا مع بعض? لا. بس هو طلب مني الباقي الموجود. الحاجة اللي موجودة هنا. ما انا حطيت عشرين وتلاتين. عشرين وتلاتين مجموعهم خمسين. تفعلوا ما تفعلوش هم برضو خمسين. بس هنا طبعا هيتفعل بس بعدين يعني مش هقوله لك. اللي هنا يا مستر لو حطيت مية جرام الاكسجين على ستتاشر جرام بس هل فرها ديني مية وستاشر جرام. وانتظر الطريع سريع كده لها. السؤال اللي بيقول امانج زي سانتفك فاكت هنا في بعض الحقائق. واحد. زي فيجن اوف يرانيوم وبرديوز ااتوم بريليوم. خلي بالك من كلمة لانا ما خلناش حاجة فيها فيجن. ديفرانس ان ماس اكسجين شيل كلمة ايزوتوب وشيل كلمة ايزوتوب. الاكسجين مرة وزنه بستاشر ومرة وزنه بسبعتاشر. هل احنا سمعنا كده احنا قلنا طالما نفس الاتوم يبقى عندهم نفس الوزن. حلو. طالما اتم مختلفة يبقى الاوزان. مختلفة يبقى ثانية واحدة. اه تقريبا كل اللي احنا قلنا دلوقتي او سمعنا دلوقتي مش مزبوط. بيقول لي لو سمحت مين في دول دونت دالتون اتومك موضل. مين في دول مش مع دالتون. بصوا بقى صليبين عن ابي. واحد اللي انا اخدر ده ده مش اختيار ده ايه? واحد واتنين. واحد واتنين مش مع دالتون. في واحد فيوزن صح مش مع دالتون. اتنين. صح مش مع دالتون. بص انا يزول لك على حاجة. ده كمان مش مع دالتون. التلاتة عساسا مش مع دالتون. التلاتة غلط. هلو ما قالش بتكسر? ما قالش ان لما نكونوا نفس الاتوم لق 믿وا مختلفين? ما قالش لما نكونوا نفس الاتوم لقى متشابهين? الكلام ده ما حصلش. يبقى الاجابة الصح واحد واتنين وتلاتة. يمين. السؤال اللي بعده بيقول. بيقول ل Unterschiedتك. زا اول واحد قال الالمنت عزل بتاعنا. اللي هراه هو كان اسمه اريستوتل. يلا بينا على البارد اللي بعده. شباب يلا بينا الجزء اللي بعد بيقول دلتون وطومسون اجري اون. دلتون وطومسون اتنين متفقين عليه. دلتون قال كرة صلبة نشفة مفيهاش اسبيس. والتاني قال كلمة اسمها كرة صلبة نشفة مفيهاش اسبيس وزود الكترون بس اللي اتنين قالوا كلمة نو سبيس. يبقى هاز نو سبيس وذن. اللي هرا. زا الكريكلي نيوترل. مين اول حد قليها? بص. الراجل اللي اسمه تومسون قال هي عبارة عن كرة صلبة نشفة. فيها مجموعة من الالكترونات في كل ناحية. وقال ان الاتوم الكريكلي نيوترل بالامر انا قلتلك. هو قال فيه الكترون بس في حاجة بوسط بقى انا معرفهاش بس اكيد هي نيوترل. هل ديموكريتس هل بويل? لا. طب هل دالتون استنى بقى في النقطة دي. بص. لو جيت سألتك. بس اوكي شكرا. لو جيت هنا سألتك قلتلك. هل هو دالتون؟ هو دالتون معلش كلمة نيوترل تماما. انا كده لاغيت الناس اللي معلوش نيوترل. ما فضليش غير الكلمة دي. همولوجيس سيليس. هنزود عليها بس كلمة تومسون. لو سمحت. يا الاجابة ممكن تشغل اصلا همولوجيس سيليس تبقى تومسون بس. اوكي? بس احنا بكلمة همولوجيس سيليس تومسون او سفير يعني كورة متجنسة كمية البوسط بقى دي كمية النجدب هي دي معناها. اليكتركليم نيوترل يبقى اللي اهل العالم ده اسمه تومسون. اللي وراء بيقول برضو. ثانية واحدة. بنيدبوا الله علي الله علي مش عايز تحرر. يلا عم اطلع بقى مش عايز يسمع كلامي. تحقونا. عيجة وسهلة. بيقول وين زا بوتينشيال ديفرنس بتوين زا تو الكترود. اه عندنا تو الكترود. فور دي ستشارج تيوب. ام بوبا مفرقة. بصرجة. معنى كلمة دي ستشارج. يعني مفرقة من الهوا. مفرقة من الالكترون. مفرقة من كل حاجة. مفرقة من التشارج. فاش اي حاجة. خلاص. الانبوبة دي عشر تلاف فورد. حلوة. قوي فيها متوسلة بطارية عشر تلاف. اكيد هتطلع شعائز مكاسد رئي. من النجدبليل البوستف. وهيعمل فلورو سينس جلو. هل. زا الكترون كوندوكت. اوف زا جاز. انزا تيوب دي كريز. بيقل. لا. ده بيزيد. ده بيطلع الكترون كتير. زا ريزيستنس اوف زا جاز. انزا تيوب اوف زا الكترون باس انكريز. هل الغاز بيقوم الحاجة اللي ماشي ما حصلش. زا فلاش او كير ات كاسد. استني يا واحدة. دي الانبوبة. بالعقل. الفلاش هيتم فين? قال لي الفلاش هيتم هنا. 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 انا طالع من الكاسد رايح عند الانود. يبقى لما يحصل الفلاش هيتم هناك هيحصل عند الانود. يبقى الفلاش هيتم فين؟ يبقى فلاش او كير ات انود. مش ات كاسد. حلوة قوي قوي قوي. اللي هراء بيقول. زا بارتكل لايك كاركتر. اوف كاسد رايح. ان از انديكيتد باي. الحاجة اللي يعني بتوضح او بتوريك صفات الكاسد رايح. هنا موف ان استريت لاين. اه صح والله. اه اه ميكا فلاش ماشي. اللي هراء وين اتباس الامين. صير ما لفيك تمام. اخدت بالك ان معظم الكلام لايء. بس مين اكتر حاجة مميزة لصفاته? قلت لك النقط رقم خمسة. حل ده موجود هنا? لا تابلو مش موجودة. بيغير اتجاه ونتيجة. لايه حاجتين? يبقى اكتر حاجة مميزة. السؤال اللي بعده بيقول. هنا اه زا بريتس. الشكل اللي قدامك ده. انز اوبزت فيجر. ده ما بيعملش كاسد. يا ترى ليه ايه الموديفكيشن بداعتك? بس هو هنا ده بيتوصل بصورس بطارية وده امبوبة ايه دي? دي كده. امبوبة عاشق لها غريب شوية بس تمامة ايه. بس ليه ما بيفيش كاسد? خد بالك من حاجة اه. اير. جوه فيه هوا. وانا لازم جوه يكون. يبقى هنا الغلطة ان هو ده جوه اهال هنا. ان فيه هل ده سبب توصيل الكهرابي? لا. هل تسخين الانود? مش هو ده الحاجة اللي معطلاني. قال لي يا مستر. دايريكت كارن سورس. دايريكت كارن سورس. ايه كل دايريكت كارن سورس? يعني فيه سورس مباشر بيوصل الكهرابي اكيد ده مش عطلني. الحاجة اللي معطلاني ان انا لازم اخليه ديست شارجت اير فروم تيوب. لو انا فضيت الهوى من الانبوبة هقدر اطلع شعاع. حي اوكي. اللي بعد يقول. ويتشوف زا فولونج ربريزينت زا. الايكتريكال ديست شارجت اكسبرمنت. هي دي السورس يلا اخضعت. السورس اف كاسو دري. الكاسو دري بيطلع من البوستب بحصلش. من البوستب بحصلش. هو بيطلع من النيجاتف. يبقى انا كده عندي جابتين. طب ها. زا ري دي فيه تورد زا ري جاتف الايكترود او زا ري دي فيه تورد زا بوستف الايكترود. الري بيغير اتجاهه. اهه. الشعاع وهو ماشي. هو الشعاع شرطه يا للشعاع شرطه نيجاتف. الايكترود نيجاتف. لو انا عندي هنا حاجة بوستف وحاجة نيجاتف. الري هيمشي فيه ناحية البوستف. لان الكاسو دري نيجاتف. يبقى هنا هو نيجاتف ونيجاتف. ولكن الري بيروح عند البوستف. يبقى تورد زا بوستف. يبقى الايجابة الصح هي الايجابة دي كلها. طب مستر اللي بعد بيقول له حضرتك. السؤال ده مهمة اوي. اوي. خد بقى معلومة زيادة مني ودي اول نقطة اقولها لك في فيديو زيادة الكاسودري سرعته اقل من سرعة الضوء عيد الكاسودري سرعته اقل من سرعة الضوء يبقى هنا خلي بالك انا عايز حاجة ملهاش علاقة بالخاصية هو سرعته اقل من الضوء مش شبه الضوء يبقى دي الحاجة الوحيدة المختلفة زي كاسودري هاف الكاسودري عبارة عن شعاع وفي مجموعة من الالكترونات ليهم وزن صغير وليهم اشارة نيجاتي اصبع الكاسودري ليه حاجتين ليه ماس اللي هو الوزن بتاع الالكترون الصغير نتيجة كلمة هت عشان بقى يغبط في الاشياء فني وزن وليه كمان حاجة اسمها اسمع بقى كده نيجاتي في تشارج فعنده تشارج يبقى هنا ماس اند تشارج محدش عبيد يختار غلط الكلام ده لو عنده ماس وتشارج رازر فورد موديل اف اتم رازر فورد هل ايه واحد هنا اكسبيكتد موديل اف اتم اه اصام زي اتم السولد هل اتم سولد مجمع اكسي بلين زي يونيك سبيكترم سبيكترم يعني شعاع ضوء خارج من الاتوم ديفرنت ايلمنت ما حصلش معناش الكلام ده الراجل اللي هو اسمه رازر فورد بعد مرور وقت هنكتشف انه هو اكتشف ان في حاجة اسمها نيوكليس والنيوكليس اشارتها بازه تبقى اللي هو ارابي يقول شو زين بلدتي يعني بطلان زا ايدي اف صولد تومسون ان دالتون ايه الحاجة اللي بتوضح بطلان فكرة تومسون ودالتون ان الاتوم بتاعتي حاجة صلبة هل زا دالتون اف صام الفا بارتكال كولويد ويز جولد يبقى في الفا خبط في الجولد بس الحاجة اللي وضحت بطلان ان في جزء من الشعاع كبير عمل عملية بنتريت بنتريت ومعنى بنتريت يعني ايه عدى واخترق طبع ما عدى واخترق يبقى الحاجة دي من صلبة لو الحاجة صلبة مكادش خلت شوها عدى يبقى الحاجة اللي وضحت بطلان ان فيه جزء بنتريت لا مش ريفليكت بص كده وراء الفا ظهر نور هنا ظهر فلاش في الجزء ده ولما ظهر لك فلاش في الجزء اللي واره ده ان الشعاع ماشى الشعاع ماشى 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 وخبط وعدى وخبط هنا يبقى الحاجة لما ظهرت في الباك وورد معناها ان انا اخترقتي لك عمر سلمان كانё ايه مثل حتي goddamn باربت في الحيطة اللي قراه. طبعا ما كانت في الحيطة اللي قراه يبقى عدت مني. يبقى اللي اجابة صحة يبص كده. appearance of flash on the sensitive balance behind the gold foil. السؤال اللي بعده بيقول. the golden foil experiment which is carried out in rutherford lab. يا ترى الجولدن فويل دي ايه? هنا confirm tomson لا طبعا. based of delton لا طبعا ده كسر كل ما مهمة اللي اتنين. let to discover the nucleus لسه يلاك اكتشف the nucleus اشارتها بسطف وبعد وقت هيعرف ان هي البروتون خلاص شكرا. اللي هراء. after carrying out rutherford experiment. una gold foil. the alpha particle. all the foreign conclude صح except. كل دول معادة. small size of nucleus. ماشي يا لها يا لنها حجمها صغير عشان في جزء خبط فيها ورجع او جزء صغير. charge of the nucleus. قال انها عشارتها positive لان الشعلم ما جاي قرب لها فانحرف وغير تجاو. the atomic mass وزن of filament. ايو دي احنا عارفنا صح? يبقى مفيش كلمة atomic mass. مالوش علاقة بالوزن اساسا دي الحاجة اللي مش صح. اللي هو عرابي يقول. وين alpha particle and cathode ray exposed to the electric field. واحدة واحدة. alpha positive. كاثد عبارة عن مجموعة من الالكترون اشارتهم negative. لو انا حطيت هنا استاذ ماجنيتك فيلد. حاجة اشارتها positive هنا. وحاجة اشارتها negative هنا. ايه اللي هيحصل? بص يا استاذي. وهنا ماشيين. ده اسمه alpha. اما اللي فوق ده اسمه كاثد. خلينا متفقين يا سادزة عزيزة كرام. ان النيجاتف هيروح للبوستف. والبوستف هيروح للنيجاتف. اهه. يبقى كل واحد اخد دايريكشن. كل واحد اخد اتجاه محدد. يبقى هنا. باسنج ان اوبزت دايريكشن فروم ايتش ازر. هما كانوا باشين مع بعض اول ما حصل فرق وبعد واحد راح للبوستف والتاني راح للنيجاتف. اللي قراب يقول. الرازر فورد اكسبرمينت. زا ريشيو نمبر اف الفا بارتكال زا دي بييت. معنى كلمة ريشيو بارتكال هي فين? معناها رجالة ديفايت. بعمل ديفايت. اللي ايه? قال للبارتكال اللي عمل الديجات. ماشي. على البارتكال. الفا بارتكال. كلمة يعني رجع يعني عمل ريفليكت. بص يا رجالة واحدة واحدة. هو انا قلتلك. الكمية اللي غيرت اتجاهها. تعال ان اريدت عليها بسرعة. الكمية اللي غيرت اتجاهها قلتلك عليها ايه? قال لي متوسط. كمية متوسطة. كانت الكمية اللي رجعت. كمية ايه صغيرة. يبقى انا تاني هحط متوسط على كمية الصغيرة. يبقى انا احطت فين? قال لي انت حطت الكبير فوق وسطت الصغير تحت. لما في الناس لما حطت الكبير فوق وانت عندك حاجة فيماية ن 이미 ميناتر ودي ني ميناتر. هو بيقول لينا عايز اعمل دا فيد. الكمية اللي غيرت اتجاهها على الكمية اللي اتعاكست. الكمية اللي غيرت اتجاهها اكيد كمية اكبر من الكمية اللي اتعاكست فدي كمية اصغر لما حطت الكبير على الصغير فالرقم ما يطلع لي مور دان ون. اخر سؤال عندك في الهومر بيقولك. لو انا دلوقتي دي قدامي كاسودري وشلت الكبر وير يعني وحطيت مادة تانية بدل ما كان كبر شلت سلك الكبر وحطيت مادة تانية. احنا بيهيفير باي تشينج الطيب اف جاز اور واير لو غيرنا نوع الغاز او غيرنا نوع السلك تاني تاني لو غيرنا نوع الغاز او غيرنا نوع السلك مالو قال لي لا يغير صفاته. السؤال بيقول. زا او زا تفجر احنا نبدأ من سلات ستاشر زا او زا تفجر شو زا رازر فورد اكس بيربنت هو هنا فيه شعاع من الالفة. مرة الشعاع معلوشو ناسف. سامحوني. تعال. بص. مرة الشعاع متوجه دايريك لناحية النيوكليس. ومرة ماشي بعيد عن النيوكليس. ومرة ماشي او قريب من النيوكليس هيحك فيها كده. طب انا عايز قبل ما مشوف السؤال هقول لك. الشعاع دا هيغبط ويرجع. يعني هيعمل عملية اسمها ريف لكت. جميل الكلام. اما الشعاع دا هيكمل طريقه يعدي. يبقى هنعمل بنت ريت. اما الشعاع دا هيروح مغير اتجاهه. لان هو اسمه الفة باستف. واحنا عارفين نيوكليس باستف. فهيغير اتجاهه. يبقى هيعمل دي فيات. ناشي. ليه? لان هنا خبض في حاجة الصالد. الحاجة الصالد دي اسبها نيوكليس. حلو الكلام. اما هنا عشان الاتوم بتاعتي فيها سبيس. اما هنا عشان النيوكليس اللي موجود في الميدل عندي اشارته. يلا بنا. تعاني نتفرج. انا بستر عمر لو سمحت. ويتشوف الفا ري. اي بي سي. ويل فلاش اد زا سيم بوزيشن بفور. اند افتر بليسن جول فوين. يا ترى لما حط الجول فوين. ميل الشعاع اللي هيفضل في نفس التجاهه قبل الجولد وبعد الجولد. كده كده احنا عارفين ان الالفة بيمشي في حط مستقيم. وان الالفة كان بيروح ينور. برضو انت بصير حتى هان. يو. الالفة كان بينور عند مادة اسمها الزد ان اس. جميل الكلام. يلا بينا. شكرا. فانا بيقول لك مين الشعاع. اللي قبل ما حط الفويل. وبعد ما حط الفويل. هيفضل برضو ماشي في نفس اتجاهه. وهينور في نفس المكان. فوالله ما استرحوا. وانا قبل ما حط دول كلهم بيمشي في خط مستقيم. بعد ما حطيت الجولدن فويل. واحد غير اتجاهه. لا ده غير اتجاهه. واحد عكس اتجاهه. لا اللي هو سي. واحد فضل مكمل زي ما هو اللي هو بيه. فاعتبر اجابة هتكون. الري. اللي اسمه بيه. هو اللي عمل بنت ريت. شمعناه. لان يا مستر. موف اتحرك. ان سبيس. ويتش. فاوند اللي موجودة. ان. سايد. اعتم. يبقى الراجل اتحرك في المساحة. وهنا وفي نفس الوقت. ولا خبط. بس كده. دوند. هت. ان. نيوكلس. ما خبطش في النيوكلس. او. موف. نير. تو ات. ولا خبط في النيوكلس. ولا ماشى جنبها. يبقى كده نرجال عشان الخناهما تفقين. هو فضل ماشي في الاسبيس بعيد عنها. فبالتالي عمل عملية اختراق. نايس. سوى اللي بعدي بيقول. زي هو بزد فيجر. سري. آآ الفا. دي مش ايه دي معناش ناسف. سري. دي. الفا. يلا. سري الفا بارتكال. ان. اجولد فايل. حلوة. ماشى. قال لي عندي بارتكال اسمه ايه. وعندي بارتكال اسمه بي. وعندي بارتكال اسمه سي. يبقى انا عندي تراتة بارتكال اي بي سي. ماشى. البرتكال اسمه ايه. ودي بي. يلا ودي سي. يلا واحدة واحدة كده خليهم مرمش. البرتكال اسمه ايه. موف طورد زان نيوكليس. البرتكال اسمه بي. موف كلوز زان نيوكليس. المارتكال ايه. موف ان اسميس اران نيوكليس. واحدة واحدة. سمحني بس خلينا اسميس اران نسمه بسرعة. ادي هنا قال لي فيه شعاع اول واحد اللي اسمه ايه يعني رايح عن نيوكلس فمن غير ما تفكر هو هيغبط وهيرجع تاني يبقى هيعمل عملية اسمها Reflect الماركة يعني بص 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 ماشا كده 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 ورح اعمل كده يبقى هو عمل عملية اسمها Deflect تغيير اتجاه وش معنى لان الالفة اشارته بص والنيوكلس كمان اشارته بص اخر واحد قال لك move in a space ماشى في الفراغ ايه ده ايه ده ده ماشى في ال space وطالما ماشى في ال space عند حضرتك فده معروف انه هو ماشى في الفراغ واي حاجة ماشى في الفراغ فهيعمل بنت يعني اختراق فبيقولي complete the best of the refuge هو خلص خلصنا واحد رفلكت واحد دفلكت او بنقول عليها deviate على حسب ما انت بذكرة من انو مرجع والاخير من trade بيقولي show the important of the huge number ليه طلعت كمية كبيرة من الالفة من حبيبي انا ما عرفش ان يوكل شكلي اعمل ازاي فلما طلع كمية كبيرة اقدر اجيبك النسبة والتناسب يا طرى فيك اقدوك يا بستر انا ما عرفش ان انت شكلك عامل ازاي اكيد مش هضرب سهم بلاش انا دلوقتي عمر سليمان ما بشوفش بادي شر علي بس ما بشوفش وسامع هنا ان في اعداء واحد اهو يلا عايزين نقتلوه عدوه لنا العدو ده وانا في الحرب وانا ما بشوفش خلاص ومعايا مسدس اعمل ايه ومعايا مثلا بندوية هل هضرب طلقة واحدة وعلى الله تسهيل ان شاء الله تيجي فيه مستحيل هقعد اعملية اغرب اللي مكان زي ما تيجي تيجي بس هتبوته يبقى الفكرة كلها فين انا عايز اكتشف ده عشان اكتشف ده مش هضرب واحدة انا هضرب كزا واحدة قلي ليه بصيبه الاجابة على المسجر عشان اجيب الريشيو ما بين البنتريت والرفلكت والرفلكت عايز اعرف قدي عد قدي اخترك قدي اغير اتجاه فبدأ لي اقدر اجيب الـ Structure of Atom او الشكل الرئيسي للاتوم حلوه او اللي قرأه سال بيقولك If we have Fosphorus Isotope لو انا عندي Fosphorus ماشي وبعدين سبته لمدة الوزن بتوعه 1 درام ماشي امعلا قالك سبته لمدة 4 4 14 نقوله hour ماشي سبته 14 ساعة It's mass decrease to half الوزن بتاعه L للنص ايه ده يعني ده وزنه اتقسم نصين يبقى الراجل ده حصله divide او حصله decrease ماشي انا نشوف اهو divide او حصله decrease يلا بينا وزنه L للنص ماشي مين الكلام بتاعه don't match معده مين اللي كلامه ما يسحش بص بقى ديموكريتس ايديا انت لو كلاونا هتعمل كده ايش معنى هتقولي ديموكريتس قال كسر كسر حد دموصل لحجم صغير ما بيتكسرش تب ركز كده بويا الكلام ده صح تب نرى اللي بعده عشان انت ماخدش بالك بويل ايديا قال انا اكتشفت حاجة اسماء المادة قوية رقية ما مقدرش اكسرها اه بالطبيعة العادية يبقى ده كمان ما ينفع عشان تتكسر احنا عارفين ده ولا قال يتكسر تاني قال لك ايه كسر كسر لحجمه صغير ما بيتقسمش يبقى لاتهم ما بتتقسمش تب هنا بويل قال ان المادة قوية رقية ما بتتقسمش يبقى ده كمان ما بتتقسمش تبدالتن قال كورة صلبة نشفة لا يمكن تقسمها تكسرها تكوينها يبقى كلهم قال كلهم موطرفين مع بعض ان احنا مقدرش اكسر يبقى الاجابة صح هم الثلاث علماء الموجودون في الاخر اللي بعده بيقول السؤال عايزك تامل بس تاني معنش اه بصوا هنا زي تعرف جدا هنا في اشارة بس اهي هتشوفها شكلها تحفة دلوقتي وهنا بتاع كده وهنا اشارتها نجد ماشي وقال لي رستر هنا في سح واحنا وانا اعرفش ميني السعمة ده يلا بينا وهنا اشارته بوستب اما ده اشارته بيدي يلا الله كده واضحت مستر انا عندي حاجة ماشية وهنا في اشارة مصطف وهنا في اشارة نجد فقال لي بقى كمل سؤالك لو سبحت زي ديريكشن اوف ديفليكت ديفليكت يعني تغيير الاتجاه اوف اول زا فالوينج الكترون بروتون نيوترون مش مكتوبة عندك كتاب هالي خالب اتفقين لو الشعاع اللي ماشي ده 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 مرة هيبقى مرة هيبقى بروتون مرة هيبقى نيوترون بصوا استاذ لو كان الرئي لو كان الرئي لو كان الرئي يلا بينمسك واحدة واحدة الالكترون لو كان الرئي عبارة عن الالكترون احنا عارفين ان الالكترون اشارته نيجاتف وطالما الاكترون اشارته نيجاتف النيجاتف بيروح للباستف يبقى هيحصل ديفليكت هيغير اتجاهه طورد البوزاتيف يبقى النيجيتب هيروح للبوزتب عادي واحدة. يلا اللي هره. لو كان الري بروتون 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 اه يبقى لو كان الري مجموعة من البروتون والبروتون اشارتهم بوزاتيف. فالبوزاتيف هيروح ليه? هيحصل له دف لكتو نيجاتيف. يبقى مرة هيروح هنا للبوزتب لو كان الريكترون مرة هيروح كده لو كان بروتون. طب لو كان نيوترون. بص بقى النيوترون اشارتها بوزاتيف ونيجاتيف وبنقوله عليها نيوترال. نيوترال يعني ولا منها بوزتب ولا منها نيجاتيف. فولا ايه روح ليه ده? ولا يبقى اتها هنا. نيوترال اتشارج. وطالب انا نيوترال يبقى ولا هروح ليه ده ولا هروح ليه ده. انا هعمل موف ان استريت لاين. نو دفلكت. هفضل ماشي بخط مستخين مش هنعكس. شكرا. اللي هره. ايه من الشعاع واحد واثنين وثلاثة هيغير اتجاهه اكتر. بص. دفلكت مور. اكتر واحد هيغير اتجاهه هو الري بتاع الالكترون. بص يا رجالة. هسألك سؤال. لو انا شعاع تقيل الوزنة. فانا لما غير اتجاهه غير اتجاهه اه بتقل. طب لو انا شعاع خفيف الوزنة غير اتجاهه بصراحة عمل كده. اه. يبقى انا عايز اقولك انا اخترت شمعنا مين هيغير اسرع او اكتر. هيكون الالكترون. ليه? لان الالكترون. هيغير اسمول ماس. وزنه صغير جدا. بص الجملة جهة رجالة. كان بيه نج لكت. حضمه صغير ممكن يهمل. فهنا اصبح رجالة ركز كده معي. الشعاع. صغير. ايه صغير دي? يعني عايز اقولك خفيف. فطالما حاجة حجمها خفيف. فهنا بيحصل دفلكت بتاعكز. ال ال داي ريكشن بتاعها. ايه اللي ايزلي يعني بسهولة. حلو. شباب نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هو سؤال مقالي. خبيه شوية في الرسم. ولكن في دعديل صغير عايز اعمله على الكتب الكاريجية. سنة بسيطة. عشان يبقى الفكرة واضحة وصريحة. انت عندك انا خطوط كده رايح ملافك ما يدور. انا خفيتها. لكنها مش موجودة. وحطيت حواليها النقط بتاعتنا. وفي النص فيه اربع كور مرتقاني وحواليها اربع كور حمرة. ماشي. ده التعديل يا صغير. وافحبك لي دلوقتي. بيقول لي. اذا ابز اتفجر. هو ازا نيم اف دافيري. يا ترى مين العالم اللي قال الشكل ده. كورا بوزاتيب. كورا بوزاتيب. جواها الكترون نيجاتيب. الله. كورا بوزاتيب جواها الكترون نيجاتيب. ده مين اللي قال ده. بتاع البلانبودنج. اللي قال ده. كورا نيجاتيب جواها نيجاتيب اسمه. كورا بوزاتيب جواها نيجاتيب اسمه تامسون. يبقى العالم اللي قال النظرية دي. كان اسمه تامسون. بالعمارة. قال كمية البوزاتيب اللي هو ما يعرفش مين هي. تساوي كمية الالكترون. وقال عليها نيوتران. حلوة قوي. اللي بعده. مين العالم صاحب النظرية دي. بص. النقطة اللي بره دي هي الالكترون. واللي بالنص ده هو النيوكليس وجواه بروتون. رجالة. هو هنا في كم الالكترونة. اربعة. كم بروتونة. اربعة. يبقى عدد البروتون بوزاتيب يساوي عدد الالكترون نيجاتيب. والالكترون موجود حوالين البروتون. وكان من عيوبه انه لم يكتشف الانرجي ليبل. يبقى كده هو ما اكتشفش اللي فيه انرجي ليبل. بص. الشكل الاول فيه بعض المراجع بتقولك هو شكل تومسون. وبعد الفورم بتقولك دي شكل تومسون. ولكن الشكل الاصح لتومسون انه هو ما اعرفش ان فيه مسارات. بس لو في الشكل اولا دي هنشتغل عليه. فده معناه ايه? قال لي معناه يا سيازة. ان الانرجي ليبلز اللي موجودة عندنا. ايه سوري رازرفورد. الانرجي ليبل اللي موجودة عندنا دي. اه غير محددة. سكاك هيعملش ملو يمين. مفيش سكة محددة بتلف بيها. ولكن الشكل الصح للعالم اللي اسمه رازر. او بالصح ايه ايه صح? فورد. انه لم يكتشف المسار الذي يدور داخله الالكترون. لم يكتشف الوي. فالريفول فالالكترون. لم يكتشف الانرجي ليبل. نايس. فبالتالي كل اللي انا هقوله معاك. ان العالم ده اسمه رازر فورد. طب يلا اللي بعده. شباب سؤال اتنين وحشرين. خش في الجيف ريزون بيقولك. زا كاسود ريي دونت تشينج باي تشينج. زا طايب اف كاسود او طايب اف ري. بس الجانة. الكاسود ريي صفاتها سابتة. حتى لو غيرنا غاز. غيرنا نوع الكاسود. عملنا كل حاجة. الكاسود ري عندها نفس الصفة. لي يا رجالة? لان كل الاماترز بتطلع نفس الالكترون كل موايد اللي في الدنيا هل في حاجة اسمها للكترون اي صغيرة واللكترون اي كبيرة ولا كله باسمهم لكن. يبقى لان كل مواد عندهم نفس الالكترون فالريي معروف ان في نفس الالكترون في اللي هي نفس الصفات فها تمشي في حط المستقيم فها تتأثر بالمجنديك ليه بيطورن بها. زاNAB بيطورن يبقى عندها نفس الصفات. وإشارته نجدف فالنجدف بيروح عند البوستر ها دي الإجابتين لسؤال 22 اللي قرأ مين هو أول حد تكلم على شكل الزرة كان اسمه مين رازرفورد حلو حلو حلوة اللي قرأ مين اللي هيروح رايز واحد يروح عند النجدف بس كده يروح عند النجدف استنى أروح عند النجدف يعشان أروح للنجدف كلمة دفلكت تورد هنا مش معناها يبعد لأ معناها هنا يروح عند النجدف تب اللي يروح عند النجدف واحد إشارته بس مين بقى اللي إشارته بس بس ألف بس بورتيكال يلا بينا رجال على اللي بعده اللي بعده شباب بيقولك إيه بس خلمت فينا عشان بس في نقطة الناس سألتني فيها يعني إيه كلمة عيزوتوب راح ترددتها شبيه يعني إيه كلمة شبيه بس رجال عشان بس إيه أخالص معك في الكلام ربنا خلق المركبات الكيميائية لها كذا شبيه يعني نفس سيخة المركب واسم المركب وصفات المركب بس مختلف في حاجة يبقى معنا كلمة شبيه نفس التوقن بتاعه المركب ولكن مع اختلاف الوزن يبقى تاني نفس المركب مع اختلاف إيه رجالة الوزن يعني إيه هنا يعني مركب اكس مركب اكس مركب اكس مركب اكس مركب اكس كل ناس هنا مركب اكس بس هنا الماس دايما بيبكتوب على الراس الماس مكتوب على الراس الماس مكتوب على الراس الماس مكتوب على الراس ايه الفكرة ان وزن ده لا يساوي وزن ده لا يساوي وزن ده لا يساوي وزن ده يبقى هنا حصل difference في حاجة اسمها atomic mass حصل اختلاف الوزن يبقى تاني عشان نعيلي الكلام بالروحة كده نفس المركب مع اختلاف الوزن ادي واحد التاني ايه طب مستر المركبات مختلفة بيبقى المركبات متشابهة في ايه المركبات بقى متشابهة هيبقى فيه رقم هنا الرقم اللي موجود هنا هو ده المس identific ده اللي احنا مختلفين فيه يبقى احنا في المركب مختلفين في الوزن ايه في الرقم الموجود هنا الرقم الموجود هنا يلا بينا و هو عدد الالكترون او عدد البروتون لان احنا عمافين عدد الكت pinch يساعد البروتون يبقى هنا عدد الالكت mij خاطر دplicview مش عادد الالكترون او عدد البروتون انا عايز اقوللك ايه كلنا مختلفين في الوزن ولكن متشابهين في عدد الالكترون لبروتون انا عارب بقى الالكترون لبروتون بنسمو ايه في الكيمياء اللي بنسمو ايتوميك نمبر لكن الوزن بنسمو ايه اللي بنسمو ماس نمبر تعالك każda بص معي كل الارجن وشوابه واللي زيه سيم ان هو مالكش ديفرند وقال لك ديفرند يقول له مختارين في الوزن الماس نمبر شبه بعض فين اللي في عدد الالكترون او عدد البروتون وهو الاتوميك نمبر اللي بعده بيقول عايز اثبت ان الكاسودري موجودة في كل المواد هتقول لي صح 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 دي اكتر صفة مميزة ومشهورة لو غيرنا عن نوع الغاز او غيرنا عن نوع السلك اللي هو السؤال رقم 27 لسه مش علينا رجالة دلوقتي السؤال اللي بعده بيقول لي دالتون وطومسون حلنا زيه حلنا زيه بس تاني كانوا متفقين على الكلمة اللي دمرها رازفورد اللي هي رجالة حلو يلا اللي بعده بناكل بسرعة ايه الفرق ما بين الكاسود والالفا يبقى انا عايز اكتر حاجة مميزة هنا زي كان بي اوبزيرف ترو زي فلاش ولا زي موف ان ستريت لاين ولا زي بوس ار بارتيكال ماشي ولا زي دايريكشن اوف دايريكتر بوس كده رجالة الكاسودري عبارة مجموعة من الالكترون بالبلد الكاسودري اشارته نجرب اما الالفا اشارته بوس تيف لو انا هنا حطيت واحد بوس تيف وحطيت هنا واحد نجاتيب اللي هيحصل جلاتي الكاسودري النيجاتيب هيروح نحية البوس تيف والكاسودري النيجاتيب هيروح نحية النيجاتيب يبقى مختلفين وجه الاختلاف الديريكشن اوف ديفليكشن ديوتو شباب يلا بينا عنا بعده بيقول عمك رازرفورد ما عارفش يكتشف ايه يعني راجل دا ما اقدرش يكتشف يلا راجل دا ما اقدرش يكتشف ايه قالك ما اقدرش يكتشف الانرجي اللي هو اللي هي الاكتشف الانرجي 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 하지만 قلي السيتم retirement اللي الالكترون بيروتيت context مال prova الش變igkeit نحن اولاد الرياض book ماء 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 و الماء ما لهاش علاقة يوم الراجل ده ما قدرش يكتشف طبيعة دوران الالكترون وإلى أين يمشي على الالكترون هل هو رقم أنا ما استعزلك السؤال ده لسه هناخده ببور السؤال ده لسه هناخده ببور زي اتوبك ماس اس كونسنتريديد ان زي نيوكليس بيكون زي ماسوف زي الاكترون ليه معظم الواسن متركز في النص ليه يا باشا قال لي معظم الواسن متركز في النص عشان ايه قال لي عشان الالكترون يعني وزنه صغير ممكن يهمل طب نركز مع بعض بص يا سيد الحده اللي بعدها بتقول زي اتوم حالا طب هنا في بوزة وحواليها اللي بيليف في رجالة ما قال لك وحواليها مجموعة من الالكترون يبقى حواليها مجموعة من الالكترون مجموعة من الالكترون مجموعة من الالكترون بصوا بقى هفهمك بقى سيغة السؤول دا عشان من السؤول دا ليسيه غلص انت فاهم تيرموعة من الالكترون يعني كلمة الالكترون كانت لا تعلم يعني احنا ما كناش نعرف كلمة الالكترون الا في عهد مين في رازرفورد احنا خلاص عرفنا الالكترون في بور دا بعد رازرفورد ماكيد كنا شغنها للالكترون مين الراجل اللي جاه عرفنا فكرة اليكترون الراجل اسمه طومسون طومسون قال ايه طومسون كل اللي قالو قال ان عندي بارتكال اشارته نشتب ثم علمنا ان هذا الا الالكترون فالترمو الالكترون ما كانتش نطوله مغير بعد وطومسون بعد ما قال ان هي نشتب بارتكال اللي بعد بيقول الصيائج هو فالك شركة التحكملات تتعطي على التحكملات كل الاتفارية في التحكملات تعلم التحكملات معنى كلمة يعني التحكملات وتعامل توجد نسبة ثابتة كنا سوف نقول الاتفار نستخدم نيو مريكل ريشيو فقال لي وقت ازا اتوميك سيري السيري اللي عرفتني ازا ديفنت ديفنت دي معناها كونستانت معناها ريشيو خلاص شكرا مين اللي قال الكونستانت ريشيو مين اللي قال اي المنت مكونة من اتوم شبه اي مكونة من اتوم مختلفين ليهم كونستانت ريشيو ده كان العم دالتون ايبا الاجابة الصح ايه الاجابة ايه هنا بقى شوية جيفريزون هسا هزينكو بس نركي شوية في الجيفريزون السؤال اولاقنا بيقول زا كاسود ري مست بي باكيوم تو لو بريشون هتقول ليه هتقول لان الكاسود ري ازاي بيوشي فكروا قولوا ان الكاسود دي موف ان ستريت لايب امتا هات انبوام اصنا من الازاز فضي منها كل الجاز سيب جواها واحد جاز اسم الهيدروجين يبقى انت لازم تعمل ريموف اصنا من الازاز وتخليها دي ستشارج دي الشروط بتاعتي ولما بتسيب 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 وان طيب اوف جاز هيدروجين اللي هوا استخدمه هتسيب كولورين فولورين بس انها واحد بس ثم بعدين اللي هو العابلين كمان بتحاول تخليها اللي هو بريجر زيرو بوين زيرو وان زيرو بوين زيرو زيرو وان ميلي ميتر ميركري دي كلها شروط ولازم توصلها بهاي فولتج عشان تبدأ ان الكترونات تتحرك عندك من عند الكاسود تمشي لحد ما توصل للانود تتحرك من النيجاتيف تروح للباصلف وتعمل لك الكاسود ري هادي واحدة الفا ري ارض فييد وين اكسبوس توزى ماجنيتك فيلد ان زا دا اركشن اوبزت توزى كاسود ري ماشي الفا ري والكاسود ري هبيروحوا الاتجاهات مختلفة صلوا على النبي اولا الالفا ري اشارتها بسطة والكاسود ري اشارتها ريجياتيف فهتقوللي نفسك يا رجال لو صبحتوا الناس كلام ركزة بقفل الانفيدة فيني العلم فيني العلم فيني العلم فيني العلم صبح عليكوا ايوه اوكي لو وجد ركزت لو انا حطيت هنا واحد شارته نيجاتيف وحطيت هنا اهو هنا واحد نيجاتيف واحد بسطة هتقول عشان الالفا بغزاتف وهتقول عشان الكاسود هو الشعاع البوزيتف لو بما يروح بياخد بعضه بيروح لحية النيجاتف وشعاع النيجاتف بيروح عند البوزيتف دول بيعمل لهم حاجة اسمها دف لكت رجالتك هتكون كراتي بيحصل لهم حاجة اسمها ودي معناها تغيير مصر اللي بعدين اركزوا مع بعدينا اذا ليه حاطين مادة الزنك صالفايد ما تصالوا على النبي احنا حاطين مادة الزنك صالفايد لانها بتعمل جلو لما الالفة ري هت زد انس بتنور لما الشعاع يقع عليه اللي بعد رازرفورد موضل اوف زاتوميك بيسم زا سورال سيستم الراجل قال ليه لين هو قال انها الشبه السولار سيستم قال لك لان السنتر الماس كونسنتريتد في النص في حاجة اسمها نيوكليس والنيوكليس موجودة في النص لايك الصن يعني شبه مين الشمس مش بس كده ده كمان قال ان الالكترون بتعمل اوربت او بتلف او نقول عليها روتيت حوالين النيوكليس شبه من البلانت او تصدق ان تصدق صلوا عن نبي سؤال 5 ده السؤال الناسيبته او الجزء انا خليته اعتمد على ان الطالب التركي الحتة دي عاد اقترار ان انا هبتدي بقى حصتي وانا برجع رازرفورد ايه بقى صلوا عن نبي في النص انا عندي حاجة اسمها بروتون بوستف حواليها في حاجة اسمها الالكترون نيجاتف والرجل الطيب ده بيعمل عملية روتيشن صلى على النبي انت عارف ان البروتون عشان اشارته بوستف هيعمل اتراكت للالكترون الاشارته نيجاتف اهو هتقول لي ليه الالكترون مدخلش واقع جوه اقول له هو الالكترون بيعملية هتقول لي بيعمل روتيشن عارف سيادتك لو جبت اقول لك هتفوته باللهب المية ويعمل كده هتلاقي المية رحت فين ذكرت لجوه ولا طلعت لبرة طلعت لبرة يبقى اي حاجة بتلف فيه اسمها قوة سحب للخارج يبقى حاجة بتسحب لجوه وحاجة بتسحب لبرة اسمها عندنا بقى قوة طرد اهو تاني السحب الجوه بنوه عليه اتراكشن ده بنقول عليه سن ترف يوجل فورس يعني قوة طرد لخارج وفي كده اصبح الالكترون بيتأثر بايه اللي تو قوة أوبزت فورس قوة قوة عكس بعض عمله قوة قوة لان انا اقول لك لازم الضغط مقبض فيه شروط لازم فيه one type of gas ولازم البرجر يكون low ولازم ابقى ليست شارج لو انا ما عندش الشروط دي مش هشتغل طالما يا بيه ما قفكش الشروط مش هشتغل لما انت تضف جاز تاخد كده زيست البيبسي لازم البيبسي وفي نفس الوقت عندما تضمان شو هشتغل دانواق واحد والله اكتر فبالتالي لا gasod ray will produce اخر واحد يقول انزا in the gasod ray what happened when the platinium the electrode is replaced by the electrode of cover فاكر ده الكاثودري كنت بقول لك ثابت على المبدأ ثابت بقول ان الكاثودري لو بدنا المادة ب platinium بدناه ب cover لشين ب platinium حطينا cover الكاثودري change type of material or gas use الكاثودري بحصل الكاثودري الكاثودري ما بيتقصرش لو غيرنا نوع الغاز او غيرنا نوع المادة الكاثودري ما بيتقصرش شكرا او غيرنا نوع الغاز او غيرنا نوع المادة الكاثودري ما بيتقصرش خد بالك بس في class sheet بتاع حضرتك في سؤال كان مكتوب عليه small fraction deflect في قلب الاختيارات لو سمحت عشان بس ايه انا قلت التعديل في جميع المجميع بس مرد ربقات كده في كافيف الاختيار C nucleus اسمها nucleus positive تاني كلمة small fraction دي في مش عايزها نيوكليس بس خليها في الاختيار عدله نيوكليس positive اه او مرة كنت منيل ما قلت ايش هي اسمها نيوكليس راز زي ما قلناها في كل مجمال